ما وحشكش الشغل في الأهلي؟ والله أنت يعني سؤال ذكي يعني قال المسألة مش مسألة إن وحشني الشغل في الأهلي لا وحشني جو الشغل بتاع النادي الأهلي اللي هو ما فيش زيه في أي حتة في كل مكان اشتغلت بره النادي الأهلي بطبعاً قد نزع المنتخبات المنتخبات طبعاً جو رائع وكنا في أجهزة كبيرة مستر كوبر مستر أجيري واتنين مدربين أعظام جداً لكن الجو الاحترافي الكامل بشكل كبير في الأندية دي ما هوش أحسن حاجة يعني بتلاقي ناس بتتدخل مفروض ما تتدخلش بتلاقي لغته وكلامه وحدقة حواديث وناس بتتكلم على الناس وناس بتقوله على الناس مش متعود أنا على الأجواء دي ده من ضمن الحاجات برضو اللي خلتني عايزة أخد شوية راح آه شوية لأنه أنا متعودتش على كده حقيقي يعني متعودتش إنه حد يشك في حد وحد مش عارف من كده ده بيتكلم على الصحافة ده بيطلع أسرار الفريق ده مش عارف إيه الحاجات دي في النادي الآلي مفيش مفيش الكلام ده حاجات دي في النادي الآلي انت تعبتش تغله بس أنا حقولك مثلاً اشتغلت في النادي الآلي 23 سنة ممكن كلمت الكابتن محمود الخطيب مرتين في التليفون آه كابتن صالح مرة كابتن حسن مرة كلمني هنا في ليبيا عشان أرجع مرة عشان أرجع مع مستر مانوزي كنت مع كابتن أنور السلام في ليبيا يعني ثلاثة وعشرين سنة كلمت الكابتن خطيب مرتين مرتين والله مرتين ثلاثة مرتين ثلاثة مثلاً فرح عبد الرحمن مش عارف إيه يعني الحاجات اللي عايز يسألني على حاجة مثلاً يعني لكن مفيش انت في شغلك وهم في شغلهم هم مرتبين لك كل حاجة قبل السلام تبدأ انت مش محتاج تكلم حد صح إلا بشكل الاسحاب يعني عايز يقبل السلام على بعض بس مش حاجة بالسلام قعدة مكان مناسبة بس بس انت في الأندية التالية بقى ممكن تلاقي حد بيكلم لا كل يوم لا كل يوم ويستعلك بقى وصده بيلعب ليه لا كل يوم ومستوى ده نزل ليه وهو ما يعرفش يعني ايه مستوى نزل انه داخل في جنفة بقى مستوى نزل مثلاً اه كده يعني فجت يعني زي ما تقول ايه كنت بس تحمل وبقى بس وانت بطريقتك بتعرف تتكلم معي وبسابر لا ما جت في الآخر بقى لقيتني حبقى صدامي اه يعني مش هبقى لذيذي يعني اه لو حدي يقولك يعني كل الناس اللي احنا تعملنا معهم اه يعني ناس كويسة وكل حاجة لكن جداد في العملية اه